اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هي بتقول ممكن تقول كلمة ليا وكأن انا اكلمها هي اعني اقول لك انتي ولا اكلمها هي ممكن اكلمها هي واكلمك انتي كمان انا عايز اقول لحضرتك حاجة الاول خالص انا دي نصحت للناس كلها انا عايز اسأل سؤال مين اللي علمنا ان احنا اصلا موجودين ونعمل الناس بالاخلاق لازم الناس يعملون بالاخلاق مين اللي قال كده مش بالضرورة على فكرة ونعمل ايه في القرآن طيب ادفع بالتي ايه احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم يعني ايه اللي حاصل لا القرآن قال لنا اللي بيئزيك ولا بيداقك ده ده راجل مجرم ووحش ولازم تنتقم منه ولازم تاخد حقك منه ما حصلش احنا الاساس عندنا اللي عنده اخلاق بيفضل يتعامل بالاخلاق مع الناس حتى لو الناس اسائت الادب معه حتى لو الناس اسائت اليه عارفين ليه احنا لسه كنت في حالة النهاردة بنكلم عن العهد والوعد من العهود اللي ربنا اخد علينا العهد الذي بيننا وبين الله ما حضرتك كويس او العهد الذي بيننا وبين الله ان نطيع الله في من عصى الله فينا ان احنا نعمل ايه نطيع الله في من عصى الله فينا يعني واحد اسائلين وظلمنا نطيع ربنا فيه فننصفه ولا نمنعه حقه ونحسن اليه ونزاك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ على فكرة الواصل مش بس الواصل لرحمه ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من اذا قطعت رحمه واصلها يبين لنا بعد حضرت النبي في حديث ثاني يقولي لا يحق لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث يتقابلان فيعرض وهذا بوجه ويعرض وهذا بوجه وخيرهما الذي يبدأ بالسلام اهو ليس الواصل بالمكافئ اهو اذا انت لازم تعرفي ده افتراض احنا افتراضنا اننا لما اعامل حد كويس هو لازم يعملني كويس وإلا يبقى انا امتنع عن الاخلاق وامتنع عن الخير ده افتراض مش صحيح افتراض غير ديني افتراض غير اخلاق على فكرة افتراض لا نفهم فيه معنى الاخلاق الاخلاق نفعلها لانها تضيف الينا قيمة لا اننا نحصل على شيء من الناس من خلالها الاخلاق قيم لانها تضيف لنا قيمة عند الله مش قيمة عند الناس اقول لكم حاجة تعالوا نعرف ما صار النفع اللي ربنا كتبه في الاخلاق انا افعل الاخلاق فربنا سبحانه وتعالى الخلاق يقبلنا في حضرته فان اللي حاصل فلما يقبلنا يضع لنا القبول بين الناس يبقى لازم الاخلاق نروح بيا عند مين عند الله وهو فعال لما يريد بقى يصلح قلوب الناس يختبرنا بالناس فعال لما يريد يبقى اذا انا وبتعامل بالاخلاق المسار مع الله مش مع الناس المسار اللي مع الناس دي اقول لكم حاجة يبقى الناس اللي ربه الشخص ده محتاجين كانوا يزكوه مش ربه بس مش يعودوه يجعلوه من اهل التسكية فاهل التسكية لما يجوا يعلموا اولادهم يعلموا اولادهم ان هم بيعبدوا الله بالاخلاق ويبقى كل واحد بنتعامل معاه ده محراب عبادة يعني مساء سبيه مثلا انا لما اصلي انا بصلي عشان ربنا سبحانه وتعالى يعطيني عطية ولا بصلي لان الله يحب الصلاة ولان الصلاة تصل طم بين العبد وربي كذلك انا بحسن للناس لان الله يحب الاحسان ولان الله سبحانه وتعالى اذا انا احسنت جعل حياتي سعيدة لما اعمل كده الناس تشوفني مختلف لانها تشوف نور ربنا في وجهي فلذلك حمايتك دي مش هقولك ما تسأليش فيها او طنش فيها انا هقولك حاجة واحدة بس اعبوضي ربنا فيها مش انت لما ممكن تكوني تعبانة تقومي عشان تصلي كذلك لما يكون قلبك موجوع تحسني وتسمح وتتجاوز عشان ربنا سبحانه وتعالى يقبلك ونزاك الله سبحانه وتعالى لما سيدنا ابو بكر عمل مع مصطح وخلاص وأوقف الصدقة اللي كان بيدعاله عشان تكلم في حادث الافك ربنا نحب خطبه ألا تحبون ان يخفر الله لكم لانه حب قال احب يا رب واعاد الصدقة واعاد الصدقة اللي بيدعاله مرة تانية وكانت سمع صلة فأعاد الصلة اللي هو كان بيوصلوا بيها يبقى نعمل كده يبقى أنا رأيي ان الكلام ليكي انت ان في الحقيقة استمر في اللي انت بتعمليه بس استمر في اللي انت بتعمليه يجي بعض الناس يقولك ايه انا بعمل ربنا طب انت بتعمل ربنا ايه بعمل ربنا مش بعملكم انتو يا شريرين لا مو ده مش معاملة ربنا لا انت اذا رأيت اذا رأيت الجميل ماذا؟ زال كل شيء سقيل كل شيء يزول انت بتعمل ربنا فمش شايف حد غير ربنا لما حد يعمل حاجة تتبسم كده وتقوله يا رب انت عارف اننا بعملك ومش فاهمين اننا بعملك وخلاص وانتهت القضية زي حضرت النبي لما كانوا يسيئوا اليه حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم مهدي قومي فانهم لا يعلموا فإلا حاصل يبقى انت استمري في طاعتك وما تشتكيش استمري في هذا طب وده يخليك ايه يخليك مرتاح لان طول ما انت بتزعلي يبقى انت منتظرة حاجة لكن لو مشيت من غير ما تزعلي يبقى خلاص انت وصلت ان انت تعملي مولانا سبحانه وتعالى اما بقى حمادك فانا بقول لها اتقوا الله وانت فتنوش الناس ما تفتنوش اهل الاخلاق ولا تكون يعونا للشيطان عليها ولا تكون يعونا للنفسها الأمر بالسوء عليها اتق الله في نفسك ده في الاخر خالص هتبقى أم أحفادك فاتق الله فيها ولو كسرت قلبها الله سبحانه وتعالى سيأتي هذا القلب شاهدا عليك يوم القيامة ان انت ازتيها وظلمتيها فاتق الله فيها وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يصلح الاحوال وتوبوا إلى الله بماذا؟ بالإحسان للناس وجبر خاطر فتوبوا إلى الله واجبروا خاطرها لو كنت أزتيها أو أردت تكسريها وان شاء الله ربنا يكرمك ويفتح عليك السؤال التاني بيقول بنتي عندها ست شهور وكل ما تشوف حضرتك تبصلك وتفضل تضحك كأنها تعرفك سبحان الله ادعي لا تكون ذرية صالحة وربنا يرزقها حياة كريمة يا رب ده يعني حاجة لطيفة خالص دي من المبشرات ربنا سبحانه وتعالى يكتب لنا الخير يا رب وربنا يجعلها من الصالحات ومن العابدات واجعلها من حملة القرآن واجعلها ان شاء الله في الصالحين ويجملها بجمال الأخلاق ويحسن قلبها ويجعله موصولا بحضرة الخلاقي سبحانه وتعالى على الدوام ويوهبك فضلها وكرمها وتفضل في خيرك وتفضل في نور وتفضل في بركة ولا يقطع عنكم الله سبحانه وتعالى عطية اعطاء لأحد أحبابه ويجعل ان شاء الله ساعة الرزق حلفكم ويجعلكم في سعة وسعادة وسرور على الدوام السؤال اللي بعد كده بيقول هل يجوز الصيام بنيت قضاء الحاجة وفك الكرب السؤال دوته كأنه بيسأل هل يجوز اننا أصوم وكأني أتوسل إلى الله بالصيام ده ان هو يفك حاجتي طبعا ليه طيب لان حديث الثلاثة الذين كانوا في الكرب كانوا في كرب الغار ايه اللي حاصل هم توسلوا إلى الله سبحانه وتعالى بالإيه بالعمل الصالح ولا شك الصوم من أجل ومن أعلى العمل الصالح لأن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به آه يجوز ان الواحد يصوم بنية فك الكرب وإزالة الهم والغم وده أخذنا من إيه من حديث السلاسة الذين حبسوا في الغار واحد منهم توسل إلى الله سبحانه وتعالى وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وجعل عمله الصالح بين أدي دعائه فكان عمله الصالح الإحسان لولده واحد كان عمله الصالح ترك المعصية وترك الفاحشة مع بنت عمه أو مع المحتاجة وواحد كان عمله الصالح إنه هو ماذا؟ إنه هو حفظ الأمانة للأجير اللي كان عنده ومش بس حفظ الأمانة ده استثمارها كمان لصاحبها يبقى إيه اللي حصل توسلوا بالعمل الصالح لكي يفرج الله عنهم فأجوز التوسل بالعمل الصالح اللي هو الصيام عشان ربنا سبحانه وتعالى يفرج يفك الكرب وكمان يسدي الحاجة سبحانه وتعالى وإذا كان الكلام إنه كمان هل يجوز إن أنا أصوم في غير رمضان ويكون الصيام ده عنده دعوة مستجابة لما أجي أفطر آه نعم لإن الحديث جاء مطلقا لم يقل الصائم في رمضان قال الصائم فرحتان فرحة عند فطري وفرحة عند لقاء ربي فالتفسير اللي فسروا العلماء فرحة عند فطري إنه عنده دعوة مستجابة عند فطري فيجوز إن يكون معنا السؤال ده إذا كنت أنصوم وإذا كنت أنصوم حتى لو صوم نفر لو دعوت عند الإفطار الدعوة تكون مستجابة نعم لأن الحديث عام يبقى إذن لو كان المقصود هل يجوز إننا أتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح زي ما توسل أصحاب الغار نعم يجوز إننا أتوسل بالصيام بالعكس من أجل ما يتوسل به عند الله سبحانه وتعالى إذا كان السؤال بقى هل هتكون الدعوة مستجابة عند الإفطار كما تكون الدعوة مستجابة في رمضان الحديث عام ولم يخصص برمضان فإذن يجوز يكون معناه كده ويجوز ما يكون معناه كده ومتحقق المعنى ده إن شاء الله في الاتنين يبقى يا سادة احنا اتكلمنا النهاردة عن حديث من أجل حديث رسول الله لقبوا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بسيد الاستغفار وقلنا سماه سيد الاستغفار لأنه يأخذنا من الزنوب من الأوحال إلى ماذا؟ إلى أن ندخل حضرة الجمال حضرة مولانا سبحانه وتعالى فإذا كان ده بيحصل فلازم نروح مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ بأيدينا ويدخلنا إلى حضرة مولانا ونسعد ونتهنى وهذا الحديث بيفتح لنا أبواب الإقبال على الله وبيعلمنا إن احنا نستمر في العمل حتى وإن قل ويعلمنا إن احنا نعيش وعندنا مدد من الله سبحانه وتعالى وما نشوفش حياتنا أبدا فيه شيء انتهى فيها لأن الله سبحانه وتعالى يمدنا كلنا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك إبا إذن سيد الاستغفار بيعلمنا الاستمرار وبيعلمنا إن احنا غرقنا في الأنوار وبيعلمنا إن احنا محل مدد الغفار وبيعلمنا أن الأبواب مفتوحة لكي ندخل على حضرة الرب الغفار مع سيدنا المصطفى سيد ولدي آدم سيدنا المختار اللهم صل وسلم على حضرة النبي الذي علمنا هذه الأنوار وجعل حياتنا واسعة وجعل حياتنا بابا للسعادة وجعل سيد الاستغفار بابنا للإقبال على الحبيب الأجل سبحانه وتعالى اللهم اجعلنا ممن يستغفرون فتفتح لهم الأبواب فيقبلون ثم يكونون بعد ذلك ممن أسكنتهم وأجلستهم في مقعد صدق عندك يا غفور يا رب العالمين اقبلنا وارحمنا وتجاوز عنا واجعلنا من المقبولين يا رب العالمين